النهاردة طبعا كان فيه كلام مهم جدا متعلق بالاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة تسلم شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية بالمناسبة تبتكلم دي المشاركة الستة مع كل بطولة بتشارك فيها الفيفا بيمنح الفرق اللي بتشارك شهادة رسمية بالمشاركة في هذه البطولة واعتزاز وتقدير من قبل الاتحاد الدولي على جهود كل فريق انه يقدر يوصل لهذه المرحلة من المشاركة في كأس العالم للأندية فيفا دونكو طبعا على الشاشة صورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثة بيتسلم هذه الشهادة وبالتأكيد حدث مهم جدا واستثنائي لما يكون بيذن الله ان شاء الله الفترة الجاية لما بيكون فيه متحف بقى للنادي الاهلي هتشوفه على مدار كل السنين اللي فاتت ما بين كل عام 2005 و2006 و2018 و2020 المشاركة الستة في كأس العالم للأندية طيب لو هتكلم بقى على البرنامج اليومي للفريق النهاردة نقدر نقول هو اليوم التاني لمشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية